سأحدثكم عن مرتضى القزوين إذا أردنا أن نتلفظ اللفظ الصحيح لأن المدينة التي ينتسب إليها مدينة قزوين بفتح القاف إلا أن الشائعة بيننا نقول قزوين بكسر القاف والبعض قد يجعل ضمة قزوين فيقولون مرتضى القزوين بكسر القاف بحسب القراءة الصحيحة هي قزوين وليست قزوين على أي حال بحسب الشائع مرتضى القزوين مثال واضح جدا لهذا العنوان مافيات اللصوصية الدينية إنما جئت به مثالا لأن أمر الرجل قد افتضح وصار الحديث عن لصوصيته على كل لسان والقضية أنتم تعرفونها على الشبكة العنكبوتية مرتضى القزوين حاله حال سائر المعممين لا يختلف عنهم فلا هو بأسوأ منهم ولا هم بأحسن منه الجميع يشتركون في اللصوصية المشرعنة فمرتضى القزوين كبقية العمائم النجفية والكربلائية إنه لص من اللصوص الدينيين لص ديني دعوني أشرح لكم فكرة المعمم من هو المعمم؟ صحيح عرفت لكم المعمم عرفت لكم رجل الدين بحسب أسلوب الفلاسفة والمناطق من أنه حيوان ناطق كذاب سافل لكننا إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل هكذا أعرفه لكم المعمم مشروع لص ديني ما إن يضع العمامة هذه القندرة على رأسه ما إن يضعها حتى ينطبق عليه هذا العنوان المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه متى؟ بانتمائه للمرجعية ولذا فإن المعمم البعيد عن المرجعية يمارس يمارس اللصوصية ولكنه يكذب يدعي يدعي من أنه على علاقة بالمرجعية كي تكون سرقاته مشرعنة فيما بين الشيعة هناك معممون كثيرون لا علاقة لهم ولا صلة لهم بالمرجعية يسرقون لكنهم يدعون كذبا من أنهم على علاقة بالمرجعية لأجل أن تكون سرقاتهم مشرعنة بنظر عامة الشيعة الذين يعرفونه المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه بانتمائه للمرجعية التي تمنحه الشرعية اللصوصية لتفعيل ذلك في الزمان والمكان المناسبين لها أو له للمرجعية أو لهذا المعمم اللص هذا هو البيان السلس الواضح لمفهوم المعمم لفكرة المعمم أعيد الكلام كي تكون الصورة واضحة المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه بانتمائه للمرجعية التي تمنحه الشرعية اللصوصية لتفعيل ذلك في الزمان والمكان المناسبين لها للمرجعية أو له وليه وليهذا سبب كما قلت لكم قبل قليل فإن من المعممين من يكذب ويكذب ويكذب والكذب شأن طبيعي بالنسبة للمعممين السفلة فهو يكذب في أن له علاقة بال مرجعية وغالبا ما يتحدثون عن المرجعية العليا أو ربما ينسبون أنفسهم إلى أحد المراجع المعروف مرتضى القزوين أين محله في كل هذا مرتضى القزوين في كربلا وهو ينتمي إلى المنظومة الشرازية وينتمي إلى كربلا في كربلا هناك أكثر من مافيا لللصوصية الدينية المافيا الأكبر قطعا المافيا السستانية لللصوصية الدينية ورجالها معروفون مسؤول مسؤول العتبة الحسينية والعتبة العباسية وما يتفرع عن العتبتين رؤوس ورؤوس هذه المافيا عبد المهد الكربلاء أحمد الصافي ومن معهم فهذه هي المافيا الكبيرة في كربلا هناك مافيات صغيرة المافيا الشرازية التي تتبع رسميا لصادق الشرازي وهناك فروع تتبع لأولادي محمد الشرازي المافيا الشرازية مافيا اللصوصية الدينية مرتضى القزوين هو جزء من هذه المافيا لكنه حرامي برايفت يعمل لحسابه الشخصي صحيح هو محسوب على الشرازيين لكنه في الحقيقة يعمل لحسابه الشخصي ألا تلاحظون حينما افتضح أمره الذين دافعوا عن الشرازيون لأنه محسوب عليهم لكن صادق الشرازي لا ينتفع منه ماليا وإنما ينتفعون من وجوده كمعمم ورجل كبير السن ويعرفه الناس فهو رمز شرازي لكن الرجل يعمل لحسابه الخاص حرامي برايفت وهناك العديد من المعممين من أمثال مرتضى القزوين من الحرامية يعملون لحسابهم الخاص مافيا السيستانيين فيها مستوى عال من الانضباط من الانضباط من الالتزام بقانون المافيا هناك عقوبة يخافون من رئيسها في النجف من محمد رضا السيستاني المافيا الشرازية فيها شيء من الانفلات ولذا فإن بعض أعضاء هذه المافيا يشتغل لنفسه بغض النظر عن مرتضاء القزوين حتى من التابعين بشكل رسمي إلى صادق الشرازي البعض يسرق لنفسه والبعض يسرق للمرجع ويسرق لنفسه والبعض كل الذي يسرقه يسلمه للمرجع والمرجع يعرف هذا يعرف أن اللص هذا يسرق للمرجع لذا فإن المرجع يغدق عليه ويعرف الذين يسرقون لأنفسهم فقط والذين يسرقون لأنفسهم ويسرقون للمرجع هذه الأمور واضحة عند المراجع لكنهم لا يتابعون ذلك ينتفعون من وجود أصحاب العمائم في المجتمع الشيعي يجدون في ذلك منفعة مادية تعود عليهم بطريق غير مباشر هم يريدون أن يستحمر الشيعة أضرب لكم مثالا زمان الحسناوي من خطباء النجف يمتدع السستان كثيرا كثيرا لكنه فيما بينه وبين خواصه ينتقص منه كثيرا حينما نقلوا هذا الأمر إلى السستانيين وإلى محمد رضا قال لا بأس أحاديثه الخاصة الناس لا يسمعونها الناس يسمعون المديحة على المنبر ونحن لا نريد أكثر من ذلك لأنهم لا يعبؤون بالناس هم يريدون أن يستحمر الناس أن يركب على ظهورهم والناس راضية بهذا ولذا يصلني من كلام من النجف من عديد جهات يقولون إن الناس حمير ونحن نركب عليهم وهم راضون ونحن متفقون معهم لماذا تريد إثارتهم علينا هم حمير من البداية وأباؤهم كانوا حميرا وأجدادهم كانوا حميرا للذين سبقونا وراضون أن نركب عليهم ونحن متفقون معهم هم فرحون وسعيدون ونحن فرحون وسعيدون ما الذي يؤذيك من هذا يوجهون الخطاب لي هذا الكلام يصلني من العديد من الجهات وحينما أقول من العديد من الجهات يصلني من العمائم الكبيرة وهذا هو الواقع الشيعي هم لا يعبؤون بما يجري في عقول الناس مدام الناس قد فقدوا عقولهم فقدوا عقولهم بسبب كثرة كثرة الخراء المرجع المتراكم عليها والذي غطاها إلى الحد الذي تعطلت العقول عند الشيعة فحولوهم إلى حمير ديخيين هذا هو الذي يعبؤون به ويفكرون فيه ويفكرون ويعملون كذلك لأجله ويحاولون قدر الإمكان أن يبقوا الشيعة على هذه الأحوال ويبدو أن الشيعة باقون على حالهم هذا هنيئا للمراجع بشيعتهم وهنيئا للشيعة بمراجعهم أعود إلى هذا الحرام البرايفت الذي يشتغل لحسابه الشخص أعني مرتضى القزوين مرتضى القزوين يسرق بطريقتين حاله حال الكثيرين لكنني أخذته مثالا لأن أمره صار واضحا عند الذين يتابعون وسائل الإعلام مرتضى القزوين يسرق بطريقتين الطريقة الأولى يدعي كذبا وزورا العلاقة بالمرجعية ويوحي ويوحي تارة بالتصريح وأخرى بالتلميح من أنه على علاقة وثيقة بالسستاني وبسائر المرجعيات دائما يتحدث بهذا المنطق من أنه يمثل كل المرجعيات وهو كذاب هذا المعمم كذاب حينما افتتح مستشفى الخاص الذي يسمى كذبا بالمستشفى الخيري مستشفى الحج الخيري حينما فتح هذا المستشفى في يوم الافتتاح ما رأينا لا من العمائم الشرازية المعروفة ولا من العمائم السستانية المعروفة ولا من عمائم المرجعيات الأخرى لو كان على علاقة بهذه المرجعيات لكانوا متواجدين في حفل الافتتاح سنعرض الصور بين أيديكم الرجل كذاب فهو يكذب على الناس من أنه على علاقة بالمرجعية السستانية وبسائر المرجعيات الكبيرة الأخرى أساساً هو ليس على علاقة وثيقة بصادق الشراز بهذه المرجعية تما قلت لكم هو يعمل مع أولاده لحسابه الشخصي لحسابه الخاص فهذه لصوصية شخصية هناك ما يسمى بالفاميلي بيزنس التجارة الأسرية هذه بالضبط هي التي يعمل عليها ويعمل بها ولأجلها مرتضى القزوين هناك بيزنس أسري تجارة أسرية تجارة لصوصية دينية وهناك الكثير من المعممين يمارسون هذا في العراق في إيران في لبنان في دول الخليج في أوروبا في كل مكان يتواجد فيه الشيعة الحمير فهناك من العمائم التي تركب على ظهورهم ويمارسون البزنس إذن هذه الوسيلة الأولى التي يستعملها القزوين للسرقة ادعاء العلاقة بكل المرجعيات مثل ما يتحدث عن تفسيره ويقول من أن تفسيره يشاهد في كل أنحاء العالم وفي الحقيقة هذا ما هو بتفسير هذا حاله كحال دروس التفسير التي يخرجونها على الفضائيات السستانية الشرازية على الفضائيات الشيعية أو ما يقدم من دروس في النجف في كربلاء في المؤسسات القرآنية في حوزة الطوسيين في النجف في الحقيقة ما هي بتفسير هذه تفاسي بحذف الراء لأننا في أجوائنا الشيعية ما عندنا مفسرون عندنا مفسون الراء حذفت الراء محذوفة فنحن ما عندنا مفسرون لأن المفسر لا يكون مفسرا بحسب عقيدتنا حتى يلتزم بمواثيق بيعة الغدير مواثيق بيعة الغدير تشترط على المفسر أن يفسر القرآن بتفسير علي وآل علي فقط والذين يقال لهم مفسرون عند الشيعة هم ناقضون لبيعة الغدير ولذلك هذه الراء التي هي راء الغدير راء العترة محذوفة منهم فهم مفسون يفسون على الشيعة تارة في كتبهم وأخرى في الفضائيات وأخرى على المنابر كما يقدم مرتضى القزويني درسه التفسي في العتبة الحسينية الرجل الرجل يجعل درس التفسي وسيلة للتواصل مع الناس وفي الوقت نفسه يكذب على الناس ويدعي أنه يمثل المرجعية السيستانية يمثل سائر المرجعيات والحقيقة ليست كذلك هذه وسيلة كذب وخداع ينتفع منها في عمله اللصوصي كبقية المعممين السيستانيون يعلمون بذلك لكنهم ينتفعون من هذا أيضا فهذا شخص معروف فإنه حينما يدعي هذا الأمر كذبا ويسكتون عنه سيكثر من مدح السيستاني لأجل أن يتوق شرهم وهنا ينتفعون من مدحه للسيستاني بين الناس فهو يضحك عليهم وهم يضحكون عليه والإثنان يقومان بالضحك على الشيعة الحمير هكذا تجري الأمور أنا أنقل لكم الأمور كما هي لأنني لا أخاف منهم ولا أحترمهم ولا أبالي بهم ولا أجامل ولا أصانع فإنني أنقل لكم الأمور كما هي هي من دون أغطية من دون تزيين كاذب من دون زخارف أنقل لكم الأمر كما هو وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع الوسيلة الثانية التي يستعملها مرتضى القزوين للسرقة إنشاء المؤسسات مؤسسات أهلية شخصية لكنه يسبغ عليها عنوانا خيرية مستشفى الحج مثال مثال من الأمثلة هناك العديد من المؤسسات التي أسسها وهناك ما هو في الطريق فإن أبناءه سيستمرون في هذا الطريق ما هي تجارة أسرية بيزنس أسري والأمر ليس خاصا بالقزوين هذا الأمر يجري عند سائر العمائم الأخرى أنا عرفت لكم المعمم مشروع لص ديني يتم تنفيذه بانتمائه للمرجعية فإن لم يكن منتميا للمرجعية لا بد أن يكذب لا بد أن يدعي من أنه على علاقة بالمرجعية كما يفعل مرتضى القزوين وآخرون نذهب إلى فاصل مستشفى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الخيري هذا هو العنوان الذي أطلقه مرتضى القزوين على المستشفى الذي يكثر الحديث عنه في هذه الأيام وهذا المستشفى هو مستشفى أهلي وملك شخصي كسائر المؤسسات الأخرى التي يمتلكها هو أو سائر المعممين هذا المستشفى مقره مدينة كربلاء وتم افتتاحه في مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 13 رجب 1429 أو 39 هجري قمري هذه العناوين اسم المستشفى مستشفى الحج يفتتح في يوم ميلاد أمير المؤمنين هي هذه التي أتحدث عنها إنها اللصوصية الدينية العناوين الدينية المصطلحات الدينية المفاهيم الدينية هذه الأغطية والأغشية هي التي تغطى بها لصوصيته الأمر ليس خاصا بمرتضى القزوين وإنما بسائر أصحاب العمائم فكان الافتتاح 13 رجب 1439 هجري قمري الموافق 30 3 2018 ميلادي سأعرض لكم الإعلانات التي كان يعلنها مرتضى القزوين بنفسه عبر السنوات التي كان يجمع فيها الأموال لبناء هذا المستشفى رجاء اعرضوا لنا إعلانه الأول بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اضطرتنا الضرورة إلى بناء مستشفى الإمام الحج الخيري العام في كربلاء وذلك لأن المستشفى الحكومي مر عليه ستون عاما من يوم كانت نفوس كربلاء أقل من خمس نفوسها اليوم الحاجة النفوس زادت والمرضى كتروا ولقد قمنا بالاتخال على الله سبحانه وتعالى بمناخ المستشفى وبني منها حتى الآن تسعة طوابق كل طابق على 1400 متر مربع وطرفنا حتى الآن على البناء وعلى التأسيسات حوالي خمس مليارات دينار عراقي وأن الخبراء يقولون أن إكمال المستشفى إكمال البناء والتأسيسات وكذلك المصاعد الكهربائية وكل ما يتعلق الأجهزة نحن بحاجة إلى أكثر من 30 مليون دينار أخرى بما فيها نفقات الأطباء ومصاعد الأطباء وبقية الخدمات فإذا أردتم أن تدخل سرورة على الإمام الحجة صاحب المستشفى ومالك المستشفى فعليكم بمساعدتها جزاكم الله خيرا عمدوا يد المساعدة والعون لتدخل السرورة على قلب الإمام الحجة وعلى قلب الإمام الحسين صلى الله عليه بذلك ترضون الله ورسوله والأئمة الطاهرين أنا الآن أكلمكم من مدرسة الأيتام في كربلا وهذه المدرسة أيضا يتحاج إلى المساعدة لكن المستشفى أحوج وأحوج لأن الأمور مهددة نعوذ بالله بالتوقف فأرجوكم أن تبدوا يد المساعدة إلى المستشفى وجزاكم لله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإذا أردتم أن تدخلوا السرورة على الإمام الحجة صاحب المستشفى ومالك المستشفى فعليكم بمساعدتها إلى آخر الكلام هي هذه العناوين والعبارات التي تستعمل في هذا البزنز اللصوصي هذا الإعلان 2011 نذهب إلى الإعلان الثاني 2014 ومن أحياها بكأنما أحيا الناس جميعا من أبطئ القربات عند الله سبحانه وتعالى معالجة المرضى وخاصة المرضى الفقراء الذين ليس لهم إمكانية معالجة أمراضهم خارج العراق بدأنا منذ ست سنوات في بناء هذا المستشفى وعالينا وعالينا من الصعوبات مع هذا كله فإني أصرف كل طاقاتي وفكري وبدني وكل ذلك في خدمة هذا المشروع لأني أعلم أن في ذلك رضا الله ورضا رسوله ورضا الأئمة ورضا صاحب المستشفى وهو مهلانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى برجه أدعو من أعماق قدمي على منبر الحسين وتحت قبة الحسين لكل من يتبرع قليلا أو كثيرا أن يعوضهم أضعبا مضاعبا في الدنيا وفي الآخرة هذا الإعلان 2014 الكلام هو هو والأسلوب هو هو أن تقنوا بكم إلى الإعلان الثالث 2017 ميلادي بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي المؤمنين وبناتي المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم أولا حلول شهر رجب الأصب وبعده الشهور المباركة شعبان ورمضان جعل الله لكم شهور خير ورحمة وبركة وأعلموا أيها الإخوة الكرام أنه بعد مرور سنين شاقة وعمل شاق في العمل في مستشفى الإمام الحجة صلوات الله عليه الخير حتى تم وكمل بفضل الله البناء بشكل كامل ومعد مرور أيام قلائل إن شاء الله سوف نقوم بالعمل في المرحلة الأولى لابتتاح العمل في المرحلة الأولى بهذه المستشفى وأعلموا أيها الإخوة أنكم لازلتم بعد الله عز وجل خير مصدر لدعم هذا المستشفى مالياً ومعنوياً وإن الأجهزة الطبية المتقدمة المتطورة تكلفنا أسعاراً جداً باهضة وغالية بعد أن صرفنا عشرات الملايين من الدولارات للبناء ولغير البناء وإننا سنحاول بإذن الله أن نكمل هذا البناء وهذا الجهاز الذي ترونه خلفي ثمنه أكثر من مليون ونصف المليون دولار إلى غيرها من الأجهزة الأخرى مضاباً إلى رواتب الكوادر الطبية والتمريطية والعاملين والعاملات في المستشفى وإن دعمكم لهذا المشروع سوف يسرع بالعمل وسوف نحاول أن يكون عملنا إن شاء الله على أعلى مستوى من الخدمة والنظافة والنزاهة كل ذلك إرضاءاً لله ولرسوله ولصاحب هذا البناء الذي هو المالك الحقيقي وإن المستشفى لا يعود لي ولا لأولادي إنما المالك له صاحبنا مولانا صاحب العصر والزمان عجر الله تعالى فرجه لذلك في الأخير أيها الإخوة أهيبكم وأنشدكم أن لا تبخلوا تبرعاتكم ومساعيكم المشكورة دعمكم مادياً ومعنوياً وأجلكم على الله قال تعالى وما تقدموا لأنفتكم من خير تجدوه عند الله وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هكذا هو يقول وأن المستشفى لا يعود لي ولا لأولادي إنما المالك له صاحب الأمر إنما المالك له صاحبنا مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه هذه إعلانات مرتضى القزوين التي كان يصدرها بين فترة وأخرى لجمع التبرعات رجاء أعرض لنا صورة المستشفى المستشفى هذه بناية المستشفى الذي يتحدث عنه مرتضى القزوين والذي عنونه بمستشفى الإمام الحجة الخيري في كربل أعرض لنا الصورة الثانية التي تنقل لنا يوم الافتتاح أهو مرتضى القزوين وفي يوم الافتتاح وبجانبه يظهر فاضل الميلاني من عمائم لندن هنا الصورة الثالثة وهنا يظهر حسن الصفار حسن الصفار محسوب على المنظومة المدرسية الشرازية لكنه الآن يعمل لحسابه الخاص كذلك فاضل الميلاني يعمل لحسابه الخاص وهذا هو الذي يشير إلى أن مرتضى القزوين لا علاقة له بالمرجعيات فليس هناك من العمائم الشرازية التابعة لصادق الشرازي وليس هناك من العمائم السستانية التابعة للسستان وليس هناك من العمائم الأخرى التابعة للمرجعيات الأخرى مثل ما قلت لكم حرامي يعمل لحسابه الخاص هؤلاء أيضا يعملون لحسابهم الخاص مثل فاضل الميلاني ومثل حسن الصفار رجاء اعرضوا لنا الصورة الرابعة يظهر فيها حسن الصفار مع الآخرين ولحسن الصفار كلمة في المناسبة في مناسبة افتتاح المستشفى قال فيها إن شاء المستشفيات الخيرية لا يقل أهمية عن إقامة المساجد ما هي المساجد أيضا من وسائل اللصوصية وربما تستخدم المساجد في اللصوصية إذا كانت كبيرة وفي البلاد الثرية تستعمل للسرقة وللصوصية الدينية بنحو أكبر من المستشفيات التي تعنون بالمستشفيات الخيرية اللصوصية الدينية تتحرك في العديد من الاتجاهات تارة تحت العناوين الدينية المباشرة المساجد الحسينيات العتبات المقدسة وتارة تحت العناوين الخيرية مدرسة للأيتام مستشفى خيري إلى غير ذلك هكذا تتحرك الأمور وللطرافة هناك فيديو يتحدث فيه بعض المتبرعين الذين تبرعوا لهذا المستشفى حميد وعبيس نشاهد ونستمع معا هكذا يقول أنت يحب اليوم نصبع قاعدة تلقيت حيضر الحمداني ناشر هو منشور رمز بس اليوم اللي شفتك شنو المستشفى تتذكرها اللي قلانا ويجمعون لي على أساس مستشفى للفقراء جوة ناتة 90 مليون دولار و60 مليار عراقي منها الذكر كترة طيتم أنا طيتم خير تالا حسبان علم المستشفى للفقراء اللي مون بي هاي الموام نتلب وش يقول لك للفقراء للفقراء وخبز وهاكا وانوح بي يسموش ملاتيف كشي مانف تيم عميان وهاكا كمعا شطيك وانوطيك هربا تلعب باش وهي سماك الفغير ماذا ما عوق مثل يانو لاك فغير يطب للمستشفى يتلقاه واحد بالباب اللي عظله ايش طلع المستشفى اهلي شابي من نصدق بها بعد بي من نصدق بوي بي من بوح ماما بعد ما نصدق جاوي بي بحمو يزور بي بالعباس عباسي طالب الثلاثلاف ما لا تريدهن اي وانا ريد الاربعة احنا نطلب المستشفى سباح تالاف منين ناخذهن منهم بالعباسي من نروح نطالب بالسهبعة اي قال لي كيف ضرنا اضرطونا ضرر ايش نحن نهيب بالمواطنين الشرفاء وباصحاب الغيرة الوطنية وكذلك نحن ايضا نضم اصواتنا الى اصوات حميد وعبيس في المطالبة باموالهم المنهوبة عبيس دافع 3000 دينار بحسب سعر الصرف للدولار في سوق التصريف اليوم في العراق 3000 دينار تساوي دولار و12 سنت وحميد متبرع ب4000 دينار بحسب سعر الصرف اليوم تساوي دولار و83 سنت المجموع 4 دولارات و95 سنت ما يقرب من 5 دولارات فنحن نهيب بالمواطنين الشرفاء ان يضموا اصواتهم الى اصواتنا الى صوت حميد وعبيس لاسترداد اموالهم المنهوبة التي بني بها هذا المستشفى القزويني هذا ما هو بمستشفى الامام الحج هذا مستشفى مرتضى الخزويني نذهب الى فاصل هؤلاء قبل ان يسرقوا اموالكم انهم سرقوا دينكم وقبل ان يسرقوا دينكم سرقوا عقولكم انا اتحدث عن الحوزة الطوسية القذرة مرتضى القزويني هو شخص من اشخاصها في حلقات سابقة عرضت صلاة مرتضى القزويني في العتبة الحسينية الحسينية وكلها اخطاء الصلاة خلفه باطلة لان الرجل لا يحسن قراءة صلاته فهو مثل ما يسرق اموالكم يسرق صلاتكم يمكنكم يمكنكم ان تعود الى الحلقات المختصة التي عرضت فيها العديد والكثير من فيديوات تنقل صلوات المراجع والعمائم الكبيرة عند الشيعة وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم سأختطف مقطعا قصيرا من صلات مرتضى القزوين وسأقول لكم بشكل سريع انه كما قلت لكم ما هو بمفسر احذف الراء انه مفسر ما هو بمفسر لو كان مفسرا لكان يقرأ سورة القدر قراءة صحيحة انه لا يحسن قراءتها وسورة القدر سورة صغيرة ما هي بسورة طويلة وآياتها قصيرة فضلا عن ان سورة القدر هي شعارنا اذا كنا شيعة للعترة الطاهرة في احاديثهم الشريفة فان الله قال لرسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج من ان سورة التوحيد نسبة هي نسبة الله ومن ان سورة القدر هي نسبة اهل البيت دقيقوا دقيقوا النظر معي في الفيديو الذي ساعرضه عليكم قراءته بشكل عام خاطئة وليست صحيحة والحروف لا تخرج من مخارجها نحن 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 نحاسبه لانه عراقي لانه عراقي مثلا عبد الله الاحقاقي انا ما ذكرت عدم معرفته بمخارج الحروف الرجل تركي ايراني وانما حسبته على الامور الواجبة جدا اما هذا عراقي اذا كان كما يقولون عنه من انه اهية الله علي ان يعرف ان للحروف مخارج وان الحروف لا بد ان تصدر من مخارجها قراءته قراءة سوقية هم يستهزئون باهل الجنوب من انهم معدان اهل الجنوب يقرؤون احسن منك يا مرتضى القزويني انت اللي تقرأ قراءة المعدان قراءتك سوقية الى ابعد الحدود فحينما يبدأ بقراءة سورة القدر يقرأ قراءة سوقية انا انزلناه وليس انا انزلناه انا انزلناه فانه اسقط حرفا من السورة فسورة ناقصة حينما تكون السورة ناقصة فان صلاة ناقصة صلاته باطلة هذا الرجل نحن لا نتحدث عن شخص من عوام الشيعة نتحدث عن شخص مفس يقدم دروس التفسي والتفاسي واين في حرم الحسين في المكان الذي سفك فيه دم الحسين لأجل ان يحفظ القرآن ولأجل ان تتمسك الشيعة بميثاق الغدير الذي يفرض عليها ان تفسر القرآن بتفسير علي وآل علي لا بهذه التفاسي التي يفسي بها علماء حوزة النجف وكربلاء الكرام والعظام فحينما يقرأ الآية إن أنزلناه إنه يقرأ الآية إن أنزلناه ولما يقرأ أواخر الآيات يضيف يضيف حروفا القادر من كل آمر إنها حروف مضافة الحرف الأصل في الآية يحذفه ويضيف حروفا زائدة في نهاية كل آية وحينما يذهب إلى الركوع فإنه هكذا يقرأ الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ويسكن الكلمة ثم يقول وآل محمد هذه القراءة ليست صحيحة اللهم صل على محمد وآل محمد هذه واو عاطفة وصلي عامل وما بعدها وما بعدها على محمد وآل محمد هذه معمولات متعلقات بهذا الفعل فلا بد في القراءة أن تأتي معا إلا إذا كان الإنسان مريضا فإذا كان الإنسان مريضا يستطيع أن يقطع الكلام ولكن من دون تسكين يستطيع أن يقول اللهم صل على محمد وبعد ذلك يأخذ نفس يرتاح بعض الشيء يقول وآل محمد الرجل لا يحسن القراءة لا في الحركات الإعرابية ولا في الحروف الأصلية من الآيات وكذلك يضيف حروفا لكل الآيات لكل الآيات فكلمة القدر تكررت مرتين في آخر الآيات وكلمة شهر يلفظها بلفظ خاطئ مع تكرار حرف الراء وكلمة أمر كذلك وكلمة الفجر كذلك سورة خصيرة مشحونة بالأخطاء من أولها إلى آخرها هؤلاء علماؤنا هؤلاء علماؤنا أنا ما أدري العلم اللي يعدهم من فوق من جو اعرضوا لنا الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد جارانتي الصلاة باطلة بحسب المذهب الطوسي القدر أنا لا أحدثكم عن فقه العترة الطاهرة أنتم لا تفقهون شيئا منه أحدثكم بفقه المذهب الطوسي القدر صلاة باطلة بامتياز هؤلاء يسرقون صلاتكم ويملؤون عقولكم بالتفاسي بالقذارات بالخراء بالخراء المرجعي الطوسي ويسرقون أموالكم ويضحكون عليكم وإذا ما قلتم كلمتان فإنكم ستعاقبون وستشوه سمعتكم هذا هو ديدن أصحاب العمائم الطوسية الإبليسية القذرة الحكاية لم تنتهي لازلنا في حكاية مرتضى القزوين لكنني أريد أن أنقل لكم خبرا بتأريخ 15 2 2023 تشرف العراق بزيارة عظمة سلطان البهرة البهرة هم فرقة اسماعيلية من الإسماعيلية المستعلية الإسماعيليون تقسموا إلى العديد من الأقسام من أقسام الإسماعيليين الإسماعيلية المستعلية البهرة من هذه الفرقة فهم إسماعيليون مستعليون البهرة كلمة هندية أطلقت عليهم في العصر المتأخر السلطان البهرة هو مرجعهم وهم يعتقدون أنه نائب صاحب الزمان هو هذا صاحب الزمان الذي يعتقدون به هم بحسبهم فنائب صاحب الزمان بحسب عقيدتهم هو هذا الذي يصطلحون عليه هذا العنوان سلطان البهرة في هذا اليوم 15-02-2023 الدكتور مفضل سيف الدين هو هذا سلطان البهرة ورد العراق دخل العراق من مطار النجاف رجاءً اعرضوا لنا فيزا الزيارة إنها سمة الدخول صادرة عن جمهورية العراق وزارة الداخلية مكتب الوزير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة مديرية شؤون الإقامة قسم السياحة العدد 7970 التاريخ 14-02-2023 إلى قسم إقامة وجوازات مطار بغداد الدولي ميم الموضوع زيارة عظمة سلطان البهرة لدولة العراق إلى أن تذكر هذه الوثيقة الرسمية من أن الزيارة تمتد من 15-02-2023 ولغاية 25-02-2023 فهو وصل إلى العراق في يوم 15-02-2023 وتنتهي صلاحية هذه السمة هذه الفيزة ولغاية 25-02-2023 رجاء اعرضوا لنا صورته هذا هو الدكتور مفضل سيف الدين إنه سلطان البهرة الحالي في أيامنا هذه واعرضوا لنا صورته الثانية واعرضوا لنا بعد ذلك فيديو زيارته للعتبات المقدسة في كربلا واعرضوا أيضا الفيديو الذي ينقل لنا لقاءه برئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أتحدث عن ديني العترة الطاهرة لا أتحدث عن ديني حوزة النجف لا شأن لي بديني حوزة النجف فإني أبرأ إلى إمام زماني من ديني حوزة النجف جملة وتفصيلة من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله ومن ظاهره إلى باطنه ومن باطنه إلى ظاهره لا شأن لي بدينه سواء كان كلامهم يتفق مع ديني العترة أم لا لا شأن لي بهم بحسب ديني العترة الطاهرة البهرة وأمثالهم من الفرق الأخرى التي تنكر أئمتنا هؤلاء وإن كانوا يظهرون المحبة للعترة الطاهرة بحسب ما يعتقدون حكمهم في دين العترة الطاهرة في فقه العترة الطاهرة حكمهم حكم النواصب أتحدث عن النواصب الكفاري الأنجاز هذا هو حكمه حكمهم لا شأن لي به إنما أبين لكم أن حكمهم هو هذا في ديني العترة الطاهرة وبالمناسبة هم حاقدون على إمامنا الكاظم وهم مبغضون لإمامنا الكاظم وعينما يذهبون إلى بغداد يظهرون فيما بينهم من الاستهزاء والسخرية بإمامنا الكاظم لأنهم يعتبرون أن الإمام الأصل بعد إمامنا الصادق هو إسماعيل هم إسماعيليون أما الإمام الكاظم فهو مدع كذاب أنا لا أريد أن أتحدث عن عقيدتهم لكنني أتفق معهم في قضية واحدة فهم يعتقدون أن الشيعة حمير هذه القضية أتفق معهم عليها ولذا حينما يأتون إلى كربلاء مثلا عندهم أماكنهم الخاصة يحاولون قدر الإمكان أن لا يقتربوا من الشيعة وأن لا يتواصلوا معهم إلا بالحد الضروري حتى في مسائل البيع والشراء فإنهم قد أقاموا لهم سوقا خاصة بهم لأنهم لا يجيزون لأنفسهم في دينهم أن يكونوا سببا لأن يربح الشيعة بسببهم في العمل التجاري وهم يعرفون طبيعة علماء الشيعة يدفعون لهم الأموال بمثابة العلف للحمير يدفعون الأموال للسياسيين ولرجال الدين من الشيعة بمثابة العلف للحمير يقدمون علفا للحمير لأجل تمشية أمورهم ولا ألومهم على هذا هذا من حقهم من حقهم أن يحافظوا على مصالحهم وعلى شؤونهم لماذا أحدثكم عن هذا ما علاقة سلطان البهر بموضوعنا الذي أتحدث عنه نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل تعرفون السبب حدثتكم في بداية الحلقة عن أنه في كربلاء هناك المافيا اللصوصية السيستانية اللصوص السيستانيون وهي المافيا الكبيرة التي تسيطر على كل شيء في كربلاء لكنها في الوقت في الوقت نفسه تعطي مجالا للمافيات الأخرى تعطي مجالا للمافيا اللصوصية الشرازية وهناك مافيات أخرى لبقية المراجع لكنها صغيرة أبرز المافيات هي المافيا السيستانية وهي المهيمنة بشكل واضح وهناك المافيا الشرازية مع عدد من المافيات الصغيرة المافيا السيستانية في كربلاء تسمح لمافيات الأخرى بالعمل بالسرقة باللصوصية الدينية ولكن بشرط بشرط أن تحافظ كل مافيا على حدودها ألا تتجاوز حدودها بحيث تدخل في حدود المافيا الكبيرة حينئذ سيقع الغضب عليها وهذا هو الذي جرى مع مرتضاء القزوين هم يعرفون سرقته ولصوصيته وفساده من البداية هذا الأمر معروف عند السيستانيين السيستانيون هم الذين فضحوا الذين فضحوا مرتضاء القزوين السيستانيون وبأمر من النجف بأمر مباشر من محمد رضا السيستاني لأن عبد المهد الكربلاء وأحمد الصافي لن يستطيعان أن يصدر أمراً في هذا هذا أمر يسبب المشاكل لهما في كربلاء فهما رجعا إلى رأس المافيا في النجف إلى محمد رضا السيستاني وهو الذي أمر بفضح مرتضاء القزويني لماذا؟ قلت لكم من أنه يوم 15 2 2023 وصل سلطان البهرة فهم قد أعدوا برنامجاً للانتفاع من أمواله حيثما ذهب سلطان البهرة فإنه يقدم الأموال ويقدم العطايا خصوصاً للشيعة الحمير يقدم لهم علفاً كي يتجنب شرورهم وكي ينتفع من وجوده بسبب أولئك الحمير الذين يقدم لهم العلف فأعطى للعتبة الحسينية مليون دولار لما تواصلوا معه وأعطى للعتبة العباسية مليون دولار مرتضى القزوين أخذ أولاده وذهب على حين غر سبقه ذهب إلى سلطان البهرة ومثل ما نقول في أجواءنا الآخندية قرالة عزية مرتبة هو روزخون وروزخون مرتضى القزويني روزخون يقرأ تعزية قرالة تعزية مرتبة فحصل من عنده مليون دولار فجنة جنون السيستانيين هذا تعدى الحدود سلطان البهرة هو كنز خاص بالسيستانيين فهم الذين هيئوا كل شيء في برنامج سفره وهيئوا له ولأصحابه الأمكنة المناسبة للإقامة وقدموا الخدمات تلوى الخدمات هم يستحقون العطاء أما مرتضى القزويني من أين جاء هذا اللوص يعني أنت تشتري مننا ثلج وتبيع علينا ما إش جاي تسوي أنت فصدر القرار بفضحه هذه عقوبة لمرتضى القزويني وإلا ليس حرصا على الشيعة وليس لفضح الفساد هذا صراع بين المافيات لأنهم بعد ذلك ذهبوا إلى سلطان البهرة مستشفى الكفيل التابع للعتبة العباسية على أمل أن يحصلوا شيئا من سلطان البهرة ما أعطاهم شيئا وكذلك مستشفى زين العابدين التابع للعتبة الحسينية ما أعطاهم شيئا أما مرتضى القزويني فقد أخذ مليون دولار هم يعتبرون هذه المليون دولار لهم وليست لمرتضى القزويني وليس لمرتضى القزويني الحق أن يتجاوز حدود المافيا الشرازية اللصوصية فهو عضو في تلك المافيا وإن كان يعمل لحسابه الشخصي لكن يجب عليه أن يكون منضبطا بحدود المافيا اللصوصية الشرازية وأن لا يأتي كي يدخل في حدود المافيا اللصوصية السستانية فهم الذين دفعوا بهؤلاء الأشخاص الذين يمتلكون الوثائق ودفعوا أيضا بالأشخاص الذين رفعوا الشكاوى عند المحاكم العراقية هم الذين وجهوهم من مكتب السستاني من النجة تابعوا الفيديوهات وستعرفون الحقيقة السستانيون يعرفون فساد مرتضاء القزويني ويعرفون لصوصيته لكنه كان منضبطا بحدود دائرة المافيا اللصوصية الشرازية لم يتجاوز إلى حدود المافيا اللصوصية السستانية فحينما تجاوز لصوص كربلا من المافيا السستانية أخبروا رئيس المافيا في النجة فصدر الأمر بفضحه هذه هي الحكاية وإلا فالكل لصوص مرتضاء القزويني لص ديني عبد المهد الكربلاء لص ديني أحمد الصحفي لص ديني وكبير اللصوص محمد رضا السستاني ومن فوقه اللص الأكبر السستاني السستاني المرجع إنه المرجع الأعلى هذا هو الحرام الأكبر هذا هو الواقع الذي يجري في كربلاء في النجف في الساحة الشيعية لاحظوا ودققوا النظر في أول فيديو عرض على الإنترنت متى عرض أول فيديو عرض ما بين ثمنتعش وتسعطعش اثنين الفين وثلاثة وعشرين متى وصل سلطان البهرة اخمستعش اثنين الفين وثلاثة وعشرين وقد عرضت عليكم صورة سمة الدخول رجاء أعيد عرضها مرة أخرى هذه صورة صورة سمة الدخول لسلطان البهرة ومن معه دققوا النظر في التاريخ أخمستعش اثنين الفين وثلاثة وعشرين وهو اليوم الذي دخل فيه النجف مباشرة ركض إليه مرتضى القزويني والقوم غضبوا منه فصدر الأمر بفضحه أول فيديو نزل على الإنترنت بخصوص مستشفى الحجة كان ما بين 18 و19 2 2023 هكذا تجري الأمور أنتم مسخرة يا شيعة العراق أنتم مضحكة أنتم جموع حمير من الحمير البشر يركبون عليكم ويضحكون عليكم وتتوقعون أن القضاء العراقي نزيه وأن الأجواء نزيهة كي يكشف هذا الفساد فساد مرتضى القزويني لا يعد بشيء إنه يعمل لحسابه الشخص لا يستطيع أن يفسد كثيرا لا يستطيع أن يسرق كثيرا وإن كان قد سرق كثيرا وأفسد كثيرا الفساد الأعظم عند المرجع الأعلى الفساد الأعظم في المرجعية السيستانية وفي المؤسسات التابعة للمرجعية السيستانية هذه هي الحقيقة من الآخر لن تسمعوها إلا من هذه القناة لن تسمعوها إلا من هذه القناة فخذوا الحقائق من هنا واضحة جلية بينة واضحكوا على أنفسكم يا أيها المسخرة يا أيها الشيعة المضحكة اضحكوا على أنفسكم وقهقه قهقه قهقه وأكثروا من القهقهة يا أيها المسخرة نذهب إلى فاصل